بحبة ديال ماتيسا والحبة السوداختي اللي موجودة في كل دار و في كل منزل غتودي عليش حاجة اسميتها الشيب وغتقول لي باي باي وإلى الأبد بشرة الأي وحدة عندها الشيب سواء اللي قليل كثير كما كان قلوه الشيب الغامق الشيب الفاتح الشيب اللي كيكون في السن دياله الشيب كذلك اللي كيكون غير عند بعض البنية تتكديغ في سن 17-20 فاليوم اختي غتتخلصي منه وغتودي عليش حاجة اسميتها السبغات الكيموية لانو انا عارفة مو عدم البنات كيستخدموا السبغات الكيموية باش يحيدوا دكشيب فاليوم اختيلا غنديروا غير واحد الحبة ديال ماتاشا والحبة ديال السوداء والحبة البركة وغادي تخلصي منهم بشكل نهائي وصفة مدميرة لتي حاجة اسميتها الشيبه لبنات انا هاد لاغوسترا كتستخدمها الجدد يلي ما شاء الله عليها الحدود الساعة كتعجبها بزاف لانها رخيصة وزوينة واقتصادية وانتو ما تشوفوا معي المقادير من أبسط ماكين حمد ماي southern لديهم اربما حاجة جميل lengthy within 1000 م mie mi أمن شي شي مقادير لم يوجد مو ا konkretيرة المادور وقتerv명 حال البيت بينكت في البيت ويعامي من المنزل تحدث النيمجимي مساء TP بزايد انها تتعرج الفارغات وادتكصف تكون اليوم عبارة عن خلطة لا نريد ان شاء الله عبارة عن خلطة قطيطة الخطلس من تبلج الم source وهل الخطلس مني المثال انو من المقادر توج نعمل حبي blond tekeeper المكونات وطريقة تحضير وطريقة الاستخدام اللي غادي امري نقول لكم هو عفاكم غازالتي ما تنسوناش من اللي لايك دي لكم فهبطول تحت وشجعونا بالليلايك باش هكذا كتزيدو سأفونسو بنا القدام كذلك غازالتي اشتركوا في القناة فعلوزي الجرس خليونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات مشنو الموضع لي سابوني مباقتاجي معاكم لنشارك معاكم طبعي الحال بناس اي موضوع تبعوني نشاركو معاكم فانا راه الاشارة حاضران ادرا بشاركو معاكم اي حاجة وعلى بركة الله حبيباتي مشو باش انتعرفوا على مكونات هاد الوصفة وطريقة ديال السخدام والاستعمال ديالا فكي ما قلنا هنحتاجوا لحبة السوداء ولحبة البركة او ما يعرف لما تبشانوش وغادي نحتاجوا ان شاء الله كمية من الطماطم او لا ماتاشا بالنسبة لي هنا يا ماتاشا انا خدمت غب بحبة وحدة او ممكن تضعفي او يعني شوفين انت يعينك ميزان يعني الكمية اللي غتكفكس ماتاشا اللي غتخدمي بيها وبنسبة لمكونات تانوية غنحتاجوا واحد الكوية السعاتي الشاي المغربي ديالنا الآتي العادي اللي كتشربي هو اللي غتخدمي به الوصفة هو اللي غتجمعي به هاد الاغوسيت ديال اليوم غدي تحتاجي معايا كذلك ان شاء الله الى حبوب الشاي اللي خصتها تكون مطحونة يعني الآتي العادي هذا اللي كنديروه يعني في الشاي المغربي ديالنا تاخدي منه كمية تشدها بطحنها مزيان مزيان وتستخدم مياه فاد الوصفة ايه بودرة البنت تشدها بطحنها مزيان باش ما تكونش خاشينة و باش ما تبقونش هكذا فيها كوريات و فيها حبيبات و غادي تحتاجوا معايا كذلك البنت من شاء الله القرون فل او ما يعرف البنت بالمسمار بالنسبة للقرون فرة هو هاد انتم ما كتعرفوا القرون فل البنت او ما يعرف بالمسمار الى عندكم شي اسم ديالو في بعض الدول العربية في حل جزائر و مصر خليوها لنا في التعليقات وكتبوا لنا ايضا الاسم ديال الحبة السوداء او الحبة البركة اللي هي هادية البنت قولوها لنا في التعليقات الاسم ديالها باش ان شاء الله نعرفو يعني نعرفو يعشبه بجميع الاسماء ديالها ان شاء الله فقلنا البنت القرون فلهاو عندي هنيف هاد البلاستيكا متحنرا كان عندي تبارك الله كيميا كبيرة بحكم انني كنستخدموها كدية فالوصفات فما كتب سهلك دغية دغية فكيم ما قلنا غازلاتي سنحتاجو الحبة السوداء متحونة القرون فل المتحون اتي متحون و الشاي السائل يعني اتي المغربي ديالنا السائل ومن غير اننا سنخدمو بالشاي المتحون ما تايشا يعني العسر دياله وحد نصف حبة والحبة كاملة واخر حاجة غازلاتي سنحتاجو اما الحنة ديالنا هادي انا كنخدم بهاتي زارين واخد شفوها ديال النقشرة ديالنا هادي لابنان تحتل الشعب انا كتناسبني مع مره دارت لي شي ضرر ولكن الابنان اللي عدو مشاكل معها فيخدمو بالحنة كما كنقولو هادي الحنة العادية يعني ديالي المدقوقة ورق هاديك تايزوينة كدير الجدد وإلا ما بغيتش إلا ما بغيتوش ديرو الحنة ديرو الطيل الخضر وحتى الحنة البيضة كتباع في البواطات خمسة دلم البواطة اه انا هادي شي كنقولو للناس اللي ما كيبغوش الحنة اما الحنة انا كنخدم بها علاش لانها كتكتف وكتقوي ما شاء الله الضغبة يعني كتكتف وكتقوي الضغبة يعني هادو من بي الخصائص والمتيازات ديال هاد هاد لاغوست هادي فكيما قلنا غزلاتي غادي نحتاجو ان شاء الله الحب السوداء مطحونة اتي مطحون القرنف المطحون وغادي نحتاجو الحنة او لا وغادي نحتاجو الشاي المغربي وعلى بركتي الله غزلاتي غادي نحتاجو اول حاجة واللي هي الحب السوداء المطحونة جيدا انا اخدو منها انية معلقة واحدة كافية وغادي نضيف لهاد المعلقة الحب السوداء معلقة ديال قرنف المطحون ونضيف لهم هاد شوية ديال الشاي باش كي تجمعوه مزيان 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 اعرفتو هاد الوصفان انا وابناتي هاد الوصفان ماشي بشرط يكون فيك غيش شي بصافيع ممكن تكوني كتعانيم الفراغة تشعير ديالك عقزان يعني ما كي يطوالش لك وديري هاد الاغوسترا والله انقسم البناس ما غادي ندمو عليها زوينة ورخيصة واقتصادية ما شاء الله يعني غالما بغيت يشتحيدي عليك العقز وتجربها فهنا يا لبنات ضفنا القرنفل وضفنا الحب السوداء غزلاتي غادي نضيفوا معلقات ديال الاتاي المطبوخ يعني معلقات ديال الاتاي اللي كيكون حبوب راني بريتوا لكم القبيلات هادك اللبنات هو اللي غادي نضيف منه واحد المعلقة نسلي كي يقولوا لي وش شعرة أنا لبنات كندير غال العادي ما كنبغي السرحة شعرة فما كنشربوش ذك شعليش ما كنختمش به حتى في الوصفة الطبيعية وإلا انتو معجبكم وكتخدموا به فره ممكن تتخدموه مهم أي شي عندكم وانا كندير العادي ها وبلا ما نذكر الاسم ديال والناز أي اتي عندكم فمن بعد ما ضفنا اتي وضفنا الحب السوداء وضفنا القرنفل ده بقال يدنينا الحنة سواء الخضرة ولا البيضة ولا الطيل الخضر هادو ثلاثة الانواع لا عندك حاجة او ما كتفضيش حاجة فممكن تبدلها بحاجة واحد اخر قلنا الحنة البيضة الحنة الخضرة وكذلك الطيل الخضر وممكن ما تسخدمش هاد الحنة ديال الباكية وديلي الحنة ديال الورق اللي كتدق وكتتحن لديك زوينة ولكن انا صراحة كندير غير هادي ديال الباكية كتعجبني صراحة ده بزر ديال متيازة فايلي كنخدم بيها وانتم طبيعة الحركة يبقى عندكم البنات الخصية المهم حبيباتي ندرسم معي القونص وكنشوف مهم كان جمعته عيني دائما ميزاني في الوصفات وما طيشة نخدم بها كاخر خطوة لانو كين بعض البنات اللي يقولوا يعيش مادرتياش هي اللولا اللاختي كان ديالها هي اللاخرة هذه الطريقة ديال الجددي اللي الله يحفظها ليا يا ربيط ولا في العمر اللي كتتورين الاسرار والخبايا ديال وصفات القدام اللي ما زالك تستخدمهم حتى الحدود الساعة وهذا الخلطة كما الحمد لله كانت استخدمها انا ولا الجده ولا الام ديالي رغيف ساعة مقانية كتبلك النتيجة غيهوة البنات اللي عدم شي بكتير بزر حاولي دي ما تديري شي بوني ولا شي بلاستيكا ولا شي ميكا وتبقي مره مره تطلي يعني مره تساعة تطلي لانو يقدر مثلا في ساعة ما تبنش النتيجة مية في المية يعني خسك تزيدي واحد من الساعة ولا اربع ساعة مهمتي ما خسرتي والو تطلي مني بلك دك الشي بغبر مره عدغسليها بكانتي محتاجة شين الساعة ولا ساعة فزيديها لانو دائما اي وصفة بغينا نخدمها خسي يكون عندنا الراحة البان كنو هانين متابعنا شي حاجة ما زربانين عليها بشك دكت عطينا النتيجة على احسن ميروم لانه هي في الاول و في الاخر كتبقي غير وصفة طبيعية مشي وصفة سحرية ومشي يعني وصفة فرمشي تعيناها تعطينا النتيجة في دقيقة ولا بشي دقيقة سبيغ الكيموية لانو معامر ينضي بخود ويشيميك فان طبيعية حركة تاول غزل تغف 4 ساعة ولكن ديلا في 4 ساعة وشو في دك اللون المبهر في الاول والدوزة حد سيمانة وغيبالك المشاكل الكبرى والعظمى الشي بك يرجع البلاستوك يزيد الضعف ممكن من الضوبلاجي ولي تريبل ديالو يعني شعر كلو يولي عمر بشي زائد الفراغات تساقط شعر كيولي حرش كيجيك سطلع الفوق لانطارات يعني كيوليو حد شعر كارية بكل ما تحملوا الكلمة بالمعنى وبزيب ديالبنات مرضوا بهذه السفاغة ماشي غايق ولا هادش وانا متى فروط رأس ديالهم مرضات وممكن يولي شي مرض خيب خطير خطير لقدر الله الله يحفظنا وحفظكم حداري ثم حداري دائما الوصفة الطبيعية العلاج يجريب أحسن حاجة أحسن وسيلة حتى مثلا بعض البنات يقول لك ما كيدومش معانا غيش هرشريك يرجع الشي اختي ما فيها بس الى ما غبروش لك بمره شهر وشهرين وعاوديها خسرتين تهاي وكتبقى وصفة طبيعية ومصنع الويدات ديالك ماشي في حالي بخدوشي ميكا لبنات فدائما الحيطة والحاضر الحيطة والحاضر في السبغات الكيماوية انا كان قوله وكان عاوضة لانو المتسبع ديالي ما نبغي همش وقعوا بناس وحدين اخرين في المشاكيل شاركوا معايا بغتاجوا معايا الحالة ديالهم تصاور بكل شي في الخاص في موقع التواصل الاجتماعي فمن بيكمش حتى انتم حتى هنا توقعوا في هاد المشاكيل هادوبتو في الحال انا بيكم اه يعني تعالجوا الشي بماشي ما تعالجوش ولكن بالابسط الامور بالوصفة الطبيعية يكون احسن وافضل فالمهم حبيبتي هنا غادي ناخد اديك الحبة ديال ما تايشا بحالكايا وغادي اه نشتها وغادي نعصرها بصافي وكنجماء اولا نخلطها طبعا يتحل البنات انتم اخدوا الكيميا اللي بغيتو سماطايشا اه يعني وحباه جوج حباه تشوفو انتم يعني عينكم ميزانكم وصافي هيا هني كتجي خاطره رايا باش ما عقدتها البنات باش محسن لنتي يقولي عش ما كتدي لها شوية جارية اه اه انا كتجيني لها كانت عقضي يكون حسن من اناها تكون جارية جارية ما غاستفد بهات شي حاجة اه اما عقضة غاستفدي من جميع المنافع دياله من جميع المزايا هالشي اللي كنقول لكم البنات هو اللي كندير انايا وانتم لكم حرية الاختيار فكيما قلنا الوصفة تكون عاقدة بحلاكة صافي ومن بعد كنطبقها على الشعير ديالي اه اه اتخذي الشعير ديالك تتفرقيه على جوجو ديالي الكيميالي غاستك فيك نادرة شوية قليلة يلا عندك شعر طويل وكتيف بزاف ما شاء الله وطويل ومسبسبتة لتحت فاختي اه كيما كان قوله قرسك عمرى شي زلافة من هاد الوصفة كتري شوية بعد بدأ بدايأها قد خصلة بخصلة حتى تكمليه شعيار ديال كامل ونضيف الميكة ونبدأ شي زيف ولا شيبوني من بعد غسله نضيف شعير ديالك غسله جيد من هاد الوصفة ديال الحب السودو ومن بعد نسله يقولي باش ممكن نرتبوك يعني شي زيت للترتب الشعر انا غنصحكم زيت اللوز الحلو او لا بزيت الحب السوداء ممكن تخدمي بأي زيت و اعجاب بحال زيت الزيتون و زيت الارغان تدري القرعات للقرعات قرنفل إكلي الجابل الحب السوداء أوراق الغار سيدناموسة ثم تكبع لهم الزيت الرومية وتجعلهم يرقضوا على القليلة وحد يومين أو ثلاثية اللون يكون صفر قوي والريحة لا تتبقى الزيت الرومية ثم اخذ القريعة المصري تحتوي لا تتبقى الزيت تطلقها في هذه الفكلة تأخذ الزيت تريد الكبير أن تنظر المشهد فهذا كانت البناء الماء أعطت لك المكنة المحافظة العامة وكريبًا المدرسات يشمو فيها ريح الزيت الرومية و تكون فيها مجهده عكس الناسات الخلية يكونوا دينين زيوت وهي مع الطرق و من السماء فنقطه ستعليك هذا الزيت هذا اللي هو زوين بديل زيوت اللي هي دبكينه في السوق و غالية شوية هذا في المقدورة دي لكل شيء والعشوبرة موجودين غير درهم 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 خلطة خمسة درهم و عشة درهم خلطة را تدوم معك شهورة و ضهور هذا الشيء اللي كان حبيباتي إلا بغيتوها كما قلت لكم باقتاجيها معاكم يويدويا بشوفوا اللي دي تايدي لك كاملاتين مكمولة قولوها ليه في الكومنتيغ التحت و انا ان شاء الله غنجيكم بها في الفيديو اللي من بعد هذا قلتين باقتاجيها معاكم بتفاصيلها ان شاء الله يكونوا في الموعد و ما تنسونش من اللي لايك اللي لايك حاولوا تكتروا منهم باش ما كتجتوا منهم باش ما كزيدوا تشجعونا و سابونسوا بنا القدام كذلك المناس فعلوا زي الجرس لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات و ماهو المواضيع اللي بغين اني نطرق لهم و لنبقتاجيهم معاكم اي موضوع تبغوني نشاركوا معاكم فانا حاضر انا اضر باش نشارك معاكم اي موضوع و بسحسكم وراحتكم هاد المصفة و ما تنسونش من اللي لايك اللي لايك اللي لايك ديلكم و الاشتراك في القناة و اللي جرى الربسات تعطينا الرأي ديلا تحت التعليقات رمكا نسح تشيز عليه اشتركوا في القناة